من ضمن برضو الأخبار الحقيقة الجيدة اللي دايماً بنبقى معنا الكوادر المصرية اللي بتمسك مناصف فيه الحقيقات الرياضية القرية والإقليمية والعالمية ليه؟ ليه ده بيساعدك برضو؟ لأن مصري كمان الكوادر دي بتطلع بتتاخد خبرات الكوادر دي بتطلع يعني على الأقل لو مساعدتش مصر مصر بتبقى جوه قلب الأحداث جوه قلب مطبخ اللي بيعد القرارات في هذه المنظمات أو الهقيقات شهاب يحيى نائباً لرئيس الاتحاد العربي لريشة الطائرة كابتن شهاب يحيى عضو مجلس تدارة الاتحاد المصري لريشة الطائرة نجح في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي في الانتخابات اللي اتعاملت منذ أيام عن طريق الفيديو كونفرنس كابتن الشام فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي عن قررة أفريقيا بالتسكية وقال بعد فوزه بالمنصب أنه عنده أفكار كتير علشان يقدر يطور اللعبة في الفترة اللي جاية وأنه عنده برنامج طموح يحاول أن يطبقوا ويفيد بيه المنتخبات المصرية ويقدر يستضيف بطولات عربية على الأرض ومصر في الفترة اللي جاية وكمان أكدوا أنه بيشكر زميله في الاتحاد المصري على وقفهم جنبه بشكل كبير في الانتخابات اللي حصلت وأنهم بيشتغلوا بروح العائلة الواحدة عشان يقدروا يفيدوا المنتخبات المصرية على سائد كل المشتويات والفئات العمرية وخلينا أقول لكم أن الريشة الطائرة الحقيقة من الاتحادات أيضا يعني يمكن رحيل للإنجاز هم دولة بيشتغلوا يمكن شاركوا في الأولمبياد اللي فاتت آه محقاش إنجاز ولكن كان مشاركتنا في الأولمبياد في حد ذاتها كانت إنجاز بعد كده بدأنا نشارك في بطولات العالم في الدولة العالمي فيه 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 فريشة الطائرة من الاتحادات بالرغم من كلة الإمكانيات ولكن بيأملوا اللي عليهم وبيحاولوا فإذا برضو هذا الاتحاد يعني يستحق مننا إن إحنا نقف جنبه يعني الجهد المبزول جهد مش قليل إن شاء الله المكسب هيجي وإن شاء الله الاتحاد الريشة المصري يقدر بإذن الله بالتنصيق من الاتحادات الأخرى وبالكوادر المصرية اللي برة إنه يحطوا مصر إن شاء الله في المقدمة